بسم الله الرحمن الرحيم لا يوجد إنسان كائنا من كان في العقيدة الإسلامية أيا كانت مرتبته وأيا كان وضعه يستطيع أن يتحمل ذنب إنسان آخر ولا يوجد وسيلة بينك وبين الله إلا دعائك المباشر وسؤالك لله تعالى لا يوجد مطلقا رسول ولا ملك يحيل بينك وبين الله أو ينقل رسالتك أو دعائك أو استغفارك إلى الله أنت على صلة مباشرة بالله سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي تحمل إنسان لوزر إنسان آخر أو إنسان يستطيع أن يكون وسيلة أو قربة إلى الله عنك هذا هو فكر غير إسلامي بالمرة الأفكار النصرانية قائمة على أن المسيح عليه السلام هو يتحمل خطيئة البشر جميعا وهو يتحمل عن كل إنسان خطأه إلى يوم القيامة هذا الفكر مخاير تماما لما جاء في الإسلام وما جاء في عقيدة المسلمين تعالوا بنا نستعرض بعض الآيات التي توضح هذه القضية بصورة جالية لا تحتمل لبس ولا تحتمل أن يكون هناك إنسان يتوسل إلى الله بولي من الأولياء أو بآل البيت أو بأحد الصالحين ولا حتى بالرسل ولا بالملائكة المقربين الله سبحانه وتعالى يقول في صورة إبراهيم ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب ونفس المعنى في صورة غافر اليوم تجزى وهو يوم القيامة اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب ثم تأتي هذه القضية في غاية الوضوح في صورة النحل يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يضطمون وتأتي بعد ذلك في صورة طاها إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى وفي صورة الأنبياء كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ثم في صورة السجدة هناك بيان واضح ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وفي صورة الزمر يوضح الحق سبحانه وتعالى بعد انتهاء الحياة الدنيا وقيام الساعة ويقول سبحانه ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ثم في صورة بعد ذلك قاف وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد كل نفس تأتي تجادل عن نفسها ولا يوجد معها إلا شهود عليها سائق وشهيد وفي صورة المدسر كل نفس بما كسبت رهينة وفي صورة الطارق إن كل نفس لما عليها حافظ وكلام النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة الفاطمة واضح صريح يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يأتي يشفع لأمته يوم القيامة ولكن في الحياة الدنيا ينبغي عليك أن تعمل وأن تحصل نتيجة عملي هذا الفكر أدى إلى أن كثيرا من الناس يتغافلون عن أعمال البر ويتغافلون عن عمل الخير ولا يتبعون أوامر الله استنادا إلى أن هناك ولي أو فقيه أو رجعية من المراجع أو حوزة من الحوزات سيدافع عنه ويشفع له عند الله هناك كثير من الناس يتصورون أن نسابهم وصلتهم بالنبي الله صلى الله عليه وسلم أو بآل البيت سيشفع لهم يوم القيامة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح صريح من أقطأ به عمل لم يسرع به نسبه نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يحسن خاتمتنا جميعا ترجمة نانسي قنقر